إن يكون في حد مسؤول عن موضوع التطوع وملف التطوع بالكامل على مستوى جمهورية المصر العربية لأن إحنا لقينا في النهاية يا فندم إن إحنا عشان نواجه مشكلة المخدرات لازم إن يكون فيه شباب نفس السن ونفس الأعمار اللي ممكن نشتغل عليها كمان يكون عندنا قدوة فإحنا عندنا القدوة بتاعتنا واللي بنشتغل بها دلوقتي والعيكونة اللي بنشتغل بها كسندوق مكافحة وعلاج الإدمان محمد صلاح في حملة كبيرة عملناها أنت أقوم المخدرات الحملة دي فرضوكا فندم استقطبت عدد كبير جدا من الشباب خلاهم يكونوا موجودين معنا وحبين إنهم يشاركوا معنا لأنهم لقوا عندنا المصدقية هل ده قلل من الظاهرة بشكل أنت رصدتوا بأي شكل من الأشكال؟ الحقيقة فندم إن إحنا في 2014 عملنا مسح قومي شامل على مستوى الجمهورية اتضح لنا بعض الأرقام والمعلومات اللي خليتنا نقول والله المحافظة دي عالية المحافظة دي قليلة لا ده إحنا عندنا أرقام رهيبة في الأماكن دي حجم التعاطي وصل 10.4 من 10 حجم الإدمان 2.6 من 10 إذن لا ده إحنا مفترض نتحرك المفترض المسوح الاجتماعي دي بتتعمل كل 5 سنوات إحنا حاليا عاكفين على تنفيذ المسح القومي الشامل عشان نقول بقى هل فعلا الإعداد قلت؟ طيب لو هي قلت إيه الأسباب؟ هنعرف ده إن شاء الله السنة دي بظبوطي فهنا